عقد مجلس النواب جلسة جديدة وفق خلالها على عدد من مشروعات القوانين منها مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن نظام التوقيت الصفي جلسة جديدة لمجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ناقش خلالها عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله بدأت الجلسة بإحالة ثلاثين تقريرا للحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد فيها من توصيات كما تمت إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستها وأعداد تقارير بشأنها تلى ذلك الموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر وذلك بهدف ترشيد الطاقة المتخصين سواء في الكهرباء أو المتخصين في الغاز أن أهمية العمل بالتوقيت الصيفي وأنه هيعمل أعمالية ترشيد في استغلال الطاقة وزي ما السيد المقرر قال الحقيقة قال يمكن وزارة الكهرباء قدمت دراسة بتقول أنه يبقى فيه توفير حوالي 147 مليون واثنين من عشرة مليون جنيه في حالة تنفيذ هذا القانون وأيضا يمكن الأخوة المتخصين في الغاز أفادوا بأنه فيه توفير حوالي 25 مليون دولار نتيجة التوفير فيه استخدام وحدات الغاز كما تم خلال الجلسة الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه في مجموعه في جلسة سابقة كما تمت الموافقة نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة ومصر بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية هذه المبادرة طبعا بتصب في مصلحة تأهيل كوادر من التعليم العالي فيما يخص سوء العمل وخاصة في المجالات التي تساعد على نمو الاقتصاد القومي ومن خلال توفير المنح الدراسية لهؤلاء الطلبة لتأهيلهم التأهيل اللي بيواكب سوء العمل كما تمت الموافقة على عدد من مشروعات القوانين للترخيص لوزير البترول للتعاقد مع عدد من الشركات العاملة في مجال البترول للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والزيت الخام والبترول ومشتقاته بعدد من المناطق بالبحر المتوسط والصحراء الغربية كذلك وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأذون وهكذا يواصل مجلس النواب منعقشة مشاريع القوانين الهامة التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتوفر تشريعات التي تيسر من أداء عمل الحكومة للقيام بواجبتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر